قبل من خش على الموضوع التاني نروح لزميلنا في استاد الاهل يوي السلام نشوف ايه الاخبار عندهم فاروق صلاح وكريم احمد مساء الخير يا فاروق مساء الخير يا كريم يلا فاروق اتفضل يا فاروق قل لي اخي الاخبار عندك يا حبيب كل التحية لك كابتر ايمن كل التحية لديوفك الكرام من هنا وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة تقمنات النادر الاهلي في كل مكان من هنا من استاد الاهلي وي السلام خلاص قبل دقائق من انطلاق المباراة اللي هتجمع ما بين فريق النادر الاهلي وطلع الجيش ضمن الجولة الربعة عشر للدور المصري زي ما انتعرف يا كابتر ايمن خلاص افن الاجواء الافريقية بنستعيد الاجواء المحلية بعد غياب دام لأكثر من ثلاثين يوم منذ اخر مواجهة جامعة ما بين النادر الاهلي وفريق بيرامتز على استياد الدفاع الجوي يعود النادر الاهلي لاجواء المحلية كان طبعا يا كابتر ايمن المباراة النهاردة بتقعت تحت تنظيم النادر الاهلي شايفين يعني منتهى تطبيق كافة الاجرات الاحترازية الملعب يتزين ان شاء الله لاستقبال هذا اللقاء طبعا بداية جديدة للنادر الاهلي خلاص بعد مباراة سيمبا افنا المباراة بكل ما ما فيها ان شاء الله ان تكون دي البداية مستر بيتسو موسيماني كان حريص بالامس ان هو كان اجتمع مع اللاعبين قبل المران الاخير في محاضرة فيديو وقف على اهم النقاط القوة والضعف فريق الطلاع الجيش وقال انها هنا ناخد من اللقاء اليوم ان يكون بداية ان شاء الله للمباراة القادمة خاصة انها تبقى بروفة قوية قبل مواجهة فريق فيتا قلب في المباراة القادمة في دور المجموعات لدور ابطال افريقيا طبعا النادر الاهلي لازال بيعاني من الغيابات يا كتنا ايمن زي ما انت عارف غياب لعلي معلول ووليد سلمان وصلاح محسن وناصر ماهر للاصابة عودة ناصر طبعا ناصر ماهر اللي كان شارك في المران بالامس غياب احمد رمضان بيكهم ورامر ابيع علي الرؤية الفنية المستر بيتسو موسيماني النهاردة طبعا بيدير التقم التحكيم في هذا اللقاء بقيادة الحاكم الدولي محمود البنة وبالمناسبة دي اول لقاء يديره الكابتن محمود البنة لفريق النادر الاهلي هزا المسلم بيعانوا في هذا اللقاء هاني عبدالفتاح مساعد اول رضا جبر مساعد الثاني الحاكم الرابع عباس حسن واثنين حكام فيديو وائل مجدي ومصطفى عثمان يعني كان وصول فريق طلع الجيش لملعب استدلاء الهلي وي السلام كان في تمام الساعة السادسة اللا الربع بينما وصول النادر الاهلي كان في تمام الساعة السادسة معك تشكيل النادي الاهلي يا فروق الأحمر فيه إشي أقدر أقول لحضرتك تشكيل النادي الاهلي في هذا اللقاء ده حاليا دلوقتها كابتر أيمان بمثل النادي الاهلي النهاردة في حراسة المرمى محمد محمد الشناوي أمامه أربعة في اليمين محمد هاني في الشمال أيمان في الشمال محمود وحيد اتنين مساكين أيمان أشرف وبدر بنون نص الملعب حمد فتحي وعمر السلية قدامهم محمد مجد أفشا حسين الشحات جونيور أجيه ومحمد شريف ده التشكيل اللي أعلنوا مستر ربيتسو مسماني منذ لحظات إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء يا كابتر أيمان بإذن الله حبيب متشكرين جدا يا فروق وبإذن الله على تواصل لحد آخر مبارا بإذن الله